هذا بالنسبة للنوع أما القسم الثالث من أقسام كلية الخمس وهو الفصل وهو مفهوم كلي يتناول من المهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس إذن هو يتعلق بالأنواع ولا يتعلق بالأجناس هذا بالنسبة للفصل يميز الأنواع عن بعضها ويمكن تعرفه بأنه كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته وجوهره عندما تقول أي شيء هو تميزه بالفصل مثل ماذا؟ مثل الحيوان علينا أن نقول أنه نوع؟ بلا هو نوع نفصله عن سائر أنواع الحيوان من الفرس والغزال والحية ونحو ذلك والحشرات بماذا؟ أن نقول بالناطق حيوان ناطق إذن ناطق هنا فصل فصلته عن سائر أنواع الحيوان وكذا عندما نقول حيوان حساس كذلك عندما نقول حيوان ضاحك حيوان ماشن إذن هذا التمييز يسمى فصلا وهو يختص بالأنواع سمي الفصل بذلك لأنه يفصل الإنسان عن بقية مشاركيه في الحيوانية علما أن الفصل جزء من مفهوم الجنس وإنما الفصل يميز تلك الماهية المختص بها الواقعة في جواب أي شيء هو في ذاته يعني عندما يتبادل دينك تمييز بين الشيئين تقول أي شيء هو عندما ترى مثلا شيء أمامك تقول أي شيء هو تأتي بالفصل هنا لأنه يميز بين الشيئين أنواع الفصل ينقسم إلى نوعين فصل قريب وهو المميز لما هي مشاركاتها في الجنس القريب كالناطق للإنسان فإنه يميز عن ما يشاركه في الحيوان وهو جنسه القريب والفصل البعيد وهو ما يميز الشيء عن ما يشاركه في الجنس البعيد كما مرم على في تقسيم الجنس كالحساس بالنسبة للإنسان فإنه يميز عن مشاركاته في الجسم النامي وهو جنس بعيد للإنسان الجسم النامي جنس بعيد للإنسان لأن تحت الجسم النامي تحته الحيوان ثم تحت الحيوان الإنسان إذن هو بعيد لأن الجنس القريب للإنسان هو الحيوان الفصل البعيد عندما نقول الحساس يميزه عن ماذا؟ على الجماد الجماد يندرج مع الإنسان في ماذا؟ ليس في الحيوانية وهي الجسم القريب إنما في الجسم النامي وهو جنس بعيد القسم الرابع هو الخاصة وهي مفهوم كلي من صفات الشيء الخارج عن ماهيته ولكنها خاصة به طيب يمكن نمثلها بماذا؟ بالضاحك إذا أطلق على الإنسان فإنه مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان إن لا يلزم يكون الإنسان إنسان للابد أن يكون ضاحكا والدير على ذلك ماذا؟ هو أن الضحك يفارقة لكنه من الصفات الخاصة بهذا النوع ونعني بذلك الضحك التعجبي إلى الصادر عن غير التعجب كضحك الكرد ضحك الكرد هو ضحك خلقة وأما ضحك الإنسان فإنه ضحك تعجب يعني يصنعها الإنسان بنفسه يتحكم فيه أما الكرد فالضحك فيه يصدر منه أصل بأصل خلقته ومثال ذلك أيضا قابلية العلم وصنعة الكتابة بالنسبة للإنسان ونحو ذلك هذه أشياء صفات عارضة صفات عارضة خاصة من خواص الإنسان العرض العام هو القسم الخامس من أجسام الكلي ومفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارج عن ماهيته وغير خاصة به ويعرفونه بأنه كل يمقوع على ما تحته حقائق مختلفة قولا عرضيا إذن الخاصة حقائقها ليست مختلفة إنما متفقة وأما العرض العام فإن حقائقها مختلفة ولذلك الخاصة كما سيأتي تشبه النوع والعرض العام يشبه الجنس مثل الماشي إذا أطلق هذا المفهوم على الإنسان فهو مفهوم كلي خارج عن ماهيته الإنسان وهو من الصفات التي تعرض له إلا أن هذه الصفة غير خاصة بهذا النوع وإنما معه حقائق أخرى تشارك فيه منها أنواع الحيوان والعرض بنوعيه الخاص والعام ينقسم إلى كسمين عرض اللازم وهو الذي يمتنع إنفكاك عن ماهيه كالكاتب بالقوة يعني كون إنسان يستطيع أن يكتب هذه ملازمة لإنسان دائما لكن كونه كاتب بالفعل كونه يستطيع أن يكتب أم لا هذه ممكن أن تنفك أما أصل كتابة فإنها ملازمة لإنسان لأن كل إنسان يستطيع أن يكتب دليل أننا يستطيع أن نمح الأمية عن الإنسان ونتحوله إلى كاتب والعرض المفارق هو ما لا يمتنع إنفكاك عن الشيء كالكاتب بالفعل بالنسبة للإنسان هذا يمكن أن ينفك عن إنسان أم لا ينفك نعم يمكن أن ينفك يمكن أن نجد إنسان لا يكتب لماذا؟ لأنه لم يتعلم الكتابة إذن هذا عرض المفارق ومثال أيضا الكاتب ومثال الكاتب أيضا الضاحك والمتحرك الإنسان ضاحك بالقوة هذا عرض اللازم كل إنسان يستطيع أن يضحك وهي صفة عارضة تذهب عن إنسان وتأتي إليه وأما الضحك بالفعل فإنها عرض مفارق لأنه قد يكون إنسان حزين فلا يضحك قد يكون لا يروي شيئا يضحكه فلا يضحك وهكذا الحرك هذه الأقسام تستخدم في التعريفات في الحدود وهي التي يميز بها بين الحد بكسميها التام والناقص والرسم بكسميه التام والناقص إلا أنهم لم يعتبروا في ذلك حد في ذلك في التصورات العرض العام حد هذا الأقسام الخمسة العرض العام لم يعتبروا لأنه لا يفيد التمييز وإنما يذكرونها في الكليات الخمس استيفان لأقسام الكلي ويمكن أن نأتي بخلاصة مهمة تتعلق بالجنس والعرض العام والنوع والفصل والخاصة هذه الخلاصة تتضمن أن الجنس والعرض العام متشابهة فأفراد الجنس مختلفة في الحقائق ولكنها جزء من الماهية والعرض العام يشابه في هذا إلا أن يشابه في ماذا؟ في أن أفراد حقائق مختلفة كما أن الجنس أفراد حقائق مختلفة إلا أن العرض العام ليس جزء من الماهية بل هي عارضة وأما في الجنس فإنها جزء من الماهية والنوع الخاصة متشابها فأفراد النوع متفكة في الحقائق وهي جزء مما هيته ومثل الخاصة أفراد حقيقة واحدة